دونالد ترامب يقص شريط موسم الانتخابات التمهدي بفوز مريح في آيوا بداية موفقة للرجل الذي تنتظره طريق محفوفة بالتحديات الانتخابية والقضائية أيضا موسم الانتخابات التمهدية ستتخلها محاكمات في تهم مواجهة لترامب فخلال شهر فبراير المقبل سينتقل التصويت إلى نيفادا وتحديدا في الثامن من شهر فبراير وهو اليوم ذاته الذي ستنظر فيه المحكمة العليا في طعن تقدم به ترامب ضد حكم صدر عن محكمة كولورادو يستبعده من الانتخابات التمهدية في الولاية نظرا إلى دوره في هجوم الكابيتول سيناريو مشابه سيعيشه ترامب في ولاية مين حيث يجري التصويت في الخامس من مارس في يوم يطلق عليه الثلاثاء الكبير عندما تنظم الانتخابات التمهدية في 16 ولاية عشية ذات اليوم تنطلق محكمة ترامب في واشنطن في قضية التآمر لتغيير نتيجة انتخابات عشرين عشرين وفي نهاية شهر مارس دائما تنطلق محكمة ترامب في نيويورك حيث يواجه اتهامات بدفع أموال لشراء صمت الممثلة ستورمي دانيالز سيل المحكمات سيتواصل خلال الربيع مع تواصل الانتخابات التمهدية حيث من المقرر أن تجرى محكمة ثالثة لترامب في فلوريدا هذه المرة خلال شهر مايو رغم وجود احتمال تأجيلها وتهمت في هذه القضية إخفاء وثائق رئاسية سرية وتختتم آخر انتخابات تمهدية للحزب الجمهوري في الرابع من يونيو وبعد ذلك يصوت المندوبون لاختيار المرشح الرئاسي بين الخامس عشر والثامن عشر من شهر يوليو ترجمة نانسي قنقر